في عربي بوست أيضا منظومة دفاع استثنائية من ألمانيا لأوكرانيا تسقط الصواريخ الباليستية والمسيرات وتحمي مدنا بكاملها ستسلم ألمانيا أول أربع أنظمة دفاع جوي متقدمة طال انتظارها إلى أوكرانيا في الأيام القليلة المقبلة بعد قصف صاروخي مكثف على كييذ ومدن أخرى بعد أن تعهدت برلين منذ أربعة أشهر بتوفيرها لكييذ حسب ما نشرته صحيفة The Times البريطانية وتتكون صواريخ إيريس تي إس إل إم من ثمانية صواريخ أرض جو محمولة على شاحنات ويمكنها إسقاط الطائرات أو الصواريخ على مدى يصل إلى أربعين كيلو مترا واردفاع تسعة عشر كيلو متر وفي ذلك الوقت قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن البطاريات الموجهة بالرادار التي تتوفر بتكلفة تقديرية تبلغ 140 مليون يورو للقطع الواحدة ستمكن أوكرانيا من حماية مدينة بأكملها من الغارات الجوية الروسية ومع ذلك فقد أحبط الأوكرانيون كثيرا بسبب تأخر الشحنات والتعليق المزعوم لطلب كييف لأحد عشر منظومة صواريخ الذي قدمته مباشرة إلى الشركة المصنعة الألمانية في انتظار الحصول على ترخيص تصدير من برلين يبدو أن الضربات الصاروخية التي وقعت صباح الاثنين العاشر من أكتوبر عبر أوكرانيا التي القطها القاذفات الروسية دفعت ألمانيا إلى التحرك إذ قالت وزيرة الدفاع الألمانية إن وابلا من الصواريخ المتجدد على كييف والعديد من المدن الأخرى يوضح مدى أهمية التسليم السريع لأنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا